السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ان شاء الله بعملين ايه يراب تكونوا كلكم بخير انا النهاردة اجاب لكم طريقة اه ان اه طريقة تحويل اه شريط المهام اللي فوندوستين شفاف بمعنى ايه يعني شريط شريط المهام اللي تحت ده اللي باللون اللي ازرق اللي هو شفاف يعني تخلي الصورة اللي هي اه لتاعة ويندوستين دي او اي صورة انا حطها خلفية للشاشة تبقى شاشة كاملة تبقى الشاشة كاملة وشريط المهام اللي تحت ده نعمله اه نخليه شفاف تمام طريقة سهلة جدا وبسيطة والاداة اللي هنستعملها برضو حجمها خفيف جدا انا هسيب لكم رابط تحميل الاداة في اسفل الفيديو ونركز في طريقة الشرح اول حاجة خالص اول حاجة خالص هنعمل ايه هندوس في الكبورد على زرار الويندوز وحرف الار زرار الويندوز وحرف الار اللي اتنم مع بعض تمام هتتفح لنا قايمة رن لما تتفتح قايمة رن هنكتب الكلمة دي والكلمة برضو انا هسيبها لكم اسفل الفيديو هنكتب شل اس اتش اي ال ال ونقطتان فوق بعض وستارتب الكلمة دي انا هسيب لكم الكلمة دي في ملف تيكست اسفل الفيديو عشان فاطر انتم اه ما تتعبوش في الكتابة بتاعفها تمام وهندوس ايه هندوس او او اي حاجة هنعمل ايه بعد كده هننزل القايمة دي تحت وهنروح هنجيب الاداة اللي احنا محملنا طبعا انا الاداة انا طبعا كده 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 هضطها عند جوه هي انا كده كده اخطها جوه اه كومبيوتر فنطلح على سطح المكتب تمام هتبقى معانا الاداة بالشكل ده كده هي دي هي دي الاداة هنعمل ايه بقى هناخد الاداة دي كده هنصغر بس الشاشة دي كده هنصغر بس الشاشة وهنطلع اللي هي ايه اللي هي كلمة فوق ستارتب هات اللي احنا عملناها وهنصغر الاتنين دول كده تمام تاني هو طبعا كده كده اصلا الشريط حول تحت شفافة ها طبعا اللي احنا لاحظنا هو بقى شفاف لوحده بس طبعا احنا هنعمل تسجيل خروج هنعمل بس تسجيل خروج وهنقفل دي وهنقفل دي وهنرجع نعمل كل حاجة من تاني زي ما كان اه من الاول خالص هندوس على حرف اه هندوس زرار الويندوز وزرار الويندوز وزرار الار في التبورد وهنكتب اه ونقططن في بعض وستارتب هناخدها ونحطها فين في المكان ده وهندوس ايه وهندوس اوكي هتتفتح القائمة دي هنروح بعد كده نفتح الاداة اللي احنا جبناها اللي هي دي وهناخد دي كده نسخ هناخدها نسخ من هنا نشدها كده بالفارة وندوسها هنا منسبة هنا تمام انا خدها من هنا ونحطها هنا وبعد كده ندوس هنا شايفين شرية المهام بقى شفاف تمام الطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو حد فيه حاجة وقفت قدامه يسيب لي في الكمنتات تحت وانا هساعده وارد عليه الطريقة بسيطة مفيش فيها اي تعقيد يعني ياريت لو لو انتم الفيديو عجبكم ياريت اه تدعموني الاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد وشبكم على خير مع السلامة شكرا شكرا